أعرب شيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني عن شكره وتقديره للقيادة السياسية بتعينه نائبا لرئيس الحرس الوطني وقد أكد نائب رئيس الحرس الوطني خلال لقائه مع وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي وكبار القادة والضباط أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين قطاعات الحرس بلوغا لمستويات راقية في الأداء من أجل القيام بالواجب الوطني بكل كفاءة واقتدار من جهته هنأ وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبد الرزاق الرفاعي الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح على نيله ثقة القيادة الحكيمة بتعينه نائبا لرئيس الحرس الوطني ترجمة نانسي قنقر على الثقة القالية بتعيني نائبا لرئيس الحرس الوطني فانضمامي لهذا الكيان الوطني شرف لا يقدر راجيا من المولى تبارك وتعالى أن يوفقني وزملائي في سبيل النهوض بهذه الأمانة بما يحقق التطلعات ويفي بخدمة أبناء هذا الوطن نعاهد الله ونعاهد القيادة السياسية أمامكم ونعاهدكم بأن نظل عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة جنود أوفياء لوطننا الغالي نذود عنه بالغالي والنفيس ونسأل الله لكم التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت وتقدمها شكرا